اهلا بكم في الموجز الاقتصادي كشفت وكالة مودز للتصنيف بأن تصنيفاتها الاعتمانية للمملكة عند ايوان مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وهو ذات المستوى من التصنيف الذي منحته المملكة خلال العام الماضي وذكرت مودز أن برنامج حكومة المملكة للإصلاح بما في ذلك خطط تحقيق التوازن المالي في الميزانية بحلول 2023 قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى التصنيفات وأوضحت الوكالة أن تأكيد تصنيفات المملكة تدعمه توقعات بأن برنامج الإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط دعت هيئة الزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال أو أقل إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من السنة المالية قبل نهاية أبريل 2018 وعشرت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختياريا في نظام الضريبة ملزمة بتقديم إقراراتها كل ثلاثة أشهر ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بـ 7% وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني فقد بلغ الاستثمار الأجنبي في الأردن العام الماضي أكثر من مليار ومائة وثمانين مليون دينار وذلك مقارنة مع مليار ومائة مليون دينار لعام 2016 ليسجل ارتفاعا بـ 27% قالت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي في موازنة السنة المالية الحالية بنحو 13% وحققت بالفعل فائضا أوليا بـ 20% في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية وقالت الوزارة أن إجمالية فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018 تبلغ 541 مليار و300 مليون جنيه أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدلة التضخم إلى 55% في مارس الماضي مقارنة بـ 54% في فبراير وقال الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في بيان له اليوم إن مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر مساهمة في معدل التضخم بنسبة 56% كما سجل التضخم في المناطق الريفية ارتفاعا بلغ 60% خلال مارس الماضي ترجمة نانسي قنقر